واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تمونية بمضبطات بلغت قرابة 135 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة وتم ضبط 87 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 48 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية من بينها 165 قضية للخبز ناقص الوزن و151 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت قرابة 139 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر